وينضم إلينا من تونس لطفي الناجح المكلف متابعة الأعمال الفنية بقطب المسرح في مدينة الثقافة مساء الخير أستاذ لطفي وأهلا بك إذن مبروك إنتاج العمل الأول في مدينة الثقافة كما شاهدنا في التقرير يبدو واضحا استخدام التقنيات الحديثة غير متعارف عليها كثيرا في المسرح العربي هل هذا بفضل مدينة الثقافة أم أنه كان ممكن استخدام تلك التقنيات في أي مسرح أولا شكرا على هذه الاستاذافة وشكرا كذلك على دعمكم للثقافة في كل أنحاء العالم ثانيا يعني مسرحية دونكي شوت كما نراه للمخرج الشادي العرفاوي يعني هي قراءة جديدة في نصوص سارفانتز أو إعادة كتابة جديدة لكذلك ما كتبه ميخايل بولكاكوف عن دونكي شوت المسرحية يعني احنا اعتمدنا على إعادة كتابتها وتقريبها من الواقع العربي خاصة والواقع يعني التونسي يؤدي دور دونكي شوت الفنان يعني عبدالقادر بن سعيد وبمعية التابع سانشو يعني المنصف العجنجي وهو أول انتاج يعني لمسرح الأوبيرا ولقطب المسرح والفنون الركحية بمدينة الثقافة نعم أستاذ لطفي يعني هل ساعد المكان في استخدام وتوظيف هذه التقنيات الحديثة جدا نعم بطبيعة الحال المكان هو يعني يحتوي على قاعات يعني مجهزة يعني بكماليات التقنية التي من شأنها أن تساعد كل يعني مخرج أو فنان أن يتعامل مع الفضاء أو يتعامل مع نصه أو يتعامل مع روايته في خلق وإبداع جديد يعني دونكي شوت ابتدأت التمرين من ديسمبر 2019 عفوا وثمانتاش وكان العرض الأول يوم ثمانية مايي الفين وتسعتاش في مدينة الثقافة التي تحتوي على فضاءات حقيقة من أكبر الفضاءات ومن أحدثها في تونس نعم أستاذ لطفي يعني ربما يتساءل البعض هل المسرح يحتمل كل هذه التقنيات يعني نحن لسنا أمام طبعا فيلم سينمائي عن الخيال العلمي مثلا ولسنا أمام عرض راقص يعني يستهدف إدهاش الجمهور يعني بالأخير المسرح عادة تقنياته محدودة وتقليدية وربما الجهد الأكبر يكون على النص والتمثيل والإخراج فبرأيك هل ستنتج الكثير من المسرحيات مع هذه التقنيات وستلاقي إقبالا؟ يعني هنا نحن هذا هو السؤال في مصرح الأوبرا مدينة الثقافة هو أن نقدم أعمالا فنية مختلفة يعني من حيث النص من حيث الأبعاد الجمالية يعني الروايات أو النصوص المصرحية الجديدة أو حتى في المقاربة الجمالية للأوبرا أو الأوبيرات يجب هنا التنويه بأن المشروع الثقافي لمدينة الثقافة هنا مختلف تماما الاختلاف وكذلك المصرح هو دائما في تقاطع مع كل الفنون يعني مع السينما مع الفن التشكيلي مع الموسيقى مع البالي كذلك ومع تقنيات أخرى حديثة كتقنية الفيديو التي اعتمدناها في مصرحية دونكي شوت نعم الافتتاح طبعا مع مصرحية رسائل الحرية هل هناك تيمة سياسية معينة تريدون توجيهها في هذه الدورة أم أن العروض متنوعة بشكل عام العروض كانت في افتتاح الموسم الثقافي لقطب المصرح والفنون الركحية 2019-2020 كانت من بين أهم العروض التي أنجزت في تونس يعني في المراكز الفنون الدرامية أو الشركات الخاصة لا توجد هنا في مدينة الثقافة أي سيمة سياسية أو أي خلفية سياسية بقدر ما يعني الافتتاح برسائل الحرية للفنان حافظ خليفة التي نجحت في افتتاح المهرجان الدولي للحمامات فكنا يعني اتصلنا بالمخرج حافظ خليفة حتى يفتتح الموسم الثقافي يعني لقطب المصرح والفنون الركحية الذي انطلق من 25 سبتمبر 2019 ويعني إلى يوم 29 سبتمبر 2019 كانت موجودة كذلك يعني مسرحية يعني سوق سوداء في إنتاج مشترك بين مركز الفنون الدرامية والركحية بتطوين ويعني المصرح الوطني التونسي كانت كذلك يعني مسرحية البجعات للمركز الوطني للفن العرائس التونسي كذلك وكانت كذلك يعني مسرحية باديون بي وبالتالي أنتم تستهدفون يعني شرائح متنوعة جدا من حيث الاهتمام والفئة العمرية لحضور هذه العروض هذا أكيد يعني لكل الشرائح العمرية يعني وجد المصرح ويعني كان هذا هو برنامج الافتتاح الموسم الثقافي أنه يعني للطفل كذلك نصيب في افتتاح الموسم الثقافي كرهان حقيقي يعني في هذا الافتتاح وكذلك كانت يعني مشاركة خاصة لمصرحية باديون بي وهي نتاج يعني ورشة التكوين المصرحي لقطب المصرح والفنون الركحية نعم أستاذ لطفي الناجح المكلفة بمتابعة الأعمال الفنية بقطب المصرح في مدينة الثقافة كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر